وجهة جديدة في الشرق الأوسط لصناع السينما والمحتوى الإعلامي هنا في دبي عاصمة الاقتصاد والأعمال لدولة الإمارات ومن خلال مشروع مدينة دبي للإستوديوهات تسعى الإمارة إلى جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السينما إلى دبي اليوم عندنا كثر من عشرين بوتيك استوديو في شركات مختلفة وبدأنا بالمباني اللي نحن اليوم فيه هنا اللي قامت تجذب شركات العالمية جديدة بس متخصصة في مجال الإنتاج الصناعة نحن كان اختصاصنا أنه الحين بعد المدينة دبي العلامة طلوعة ويعني الساكسس اللي صار نبدأ بالإنتاج تضم هذه المدينة استوديوهات للتصوير الداخلي تعد الأكبر من نوعها على المستوى الإقليمي والعربي وتحتوي على تقنيات حديثة مخصصة في صناعة السينما والمحتوى الإعلامي مما دفع العديد من المنتجين لاختيار دبي كمركز لتصوير أعمالهم هؤلاء الساكس المنصورة فيهم هو أكبر الساكس المدلئيس موجودين هلأ هن جديد بعضهم معمولين بس هن كتير كبار ولحجم برنامج مثل ما سرشف وهيوج ست ما كان في محل نقدر نعمله غير في دبي برامج عديدة ذات محتوى عالمي تم تصويرها خلال السنوات الماضية إذ تقدر ميزانية الأعمال التي تم تنفيذها من خلال مدينة دبي للإستوديوهات في العام 2013 ب138 مليون درهم إماراتي مبادرة تسعى من ورائها حكومة دبي لجعل هذه المدينة مركزا لالتقاء أقطاب صناع السينما من هوليوود وبوليوود اليوم نعتبر نحن دبي ودولة الإمارات جسر التواصل بين إيستن ويست نحن علي تصال مع هوليوود أن نخلي دبي لهم مقر يكون لهم مقر ما بين دول الأسوية والدول الأمريكية وتنمو صناعة السينما في دولة الإمارات بمعدل كبير منذ مهرجان دبي السينمائي الدولي الأول في العام 2005 وهو العام نفسه الذي أعلنت فيه خطط بناء مدينة دبي للإستوديوهات ترجمة نانسي قنقر